السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعيني الكرام ومستمعاتنا الكلمات مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كسر ودائما كما عودناكم ضيوف مميزين ومواضيع متنوعة اليوم معنا الأستاذة بسانت حلمي من هي بسانت؟ هي خبيرة وريدة عمال مصرية هي المؤسسة والمديرة العامة لجمعية Global Project Partners غير الربحية التي تتخذ من برلين مقارا لها والتي بدلت في عام 2001 ونمت على مر السنين لتنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع موجهة تحديدة نحو دعم سيدية الأعمال العرب وتترب مهني وتعليمي في بلدان العالم النامية ونقل المعرفة في مجالة الطاقات المتجددة المؤسسة والرئيسة تنفيذية لشركة في برلين ورئيس المشارك لدرجة الأربية نيتورك لربط المجتمع الرقمي في العالم العربي حاصلة على درجة البكالوريس في علوم الاتصال والعلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وماجستير في العلوم من الكلية لندن للاقتصاد والعلمة السياسية بسد عضوة في العديد من جمعيات مؤسسات الأعمال في مدقة شرق الأوسط وشمال إثريقية وألمانيا كما اخترت في قائمة 40 over 40 جرمانيزمو ساسبارين ومن نحن نخلوها كاتحكي لنا عليها مع الحلقة ولكن قمنا ندوم مع ضيفة الكريمة نبدأ مقدمة مع طه ونبدأ الحلقتها إن شاء الله فضل لطه السلام عليكم ورحمة الله مستمعيني الكرام مستمعتني الكريمات مرة أخرى شكرا لكم ملا وفاكم البودكاست كسرة اليوم معنا أستاذة بسلند حلمي أستاذة من مصر وحاليا في ألمانيا عندها تجربة غنية جدا يعني من ناحية التجارب على المجال الرقمي على المجال يعني في الديجيتال أربيا نتفورك نحن نتحدثوا على تجاربها كرائدة أعمال تجاربها كناشطة أيضا في الديجيتال أربيا نتفورك اللي نظن الكثير منكم يعرفوه ونشوفوا أيضا الرقمنا في الدول العربية يعني تأثير الرقمنا على المجتمعات العربية المشاكل اللي تسببها الرقمنا المشاكل الاجتماعية حكوه في موضع عديا إن شاء الله فأتمنى أنه الوقت يكفينا مع أستاذة بسانت لأنه المشكلة أنه يمكن نديره معها أكثر من ثلاث ساعات ولكن الوقت ما يكفيش أستاذة شكرا جزينا على إيجابة الدعوة شرفتنا بحضورك تمنينا هذا الحلقة يعني تكون قبله ولكن الوقت ما تكسرش للنا ولا لك شكرا على إيجابة الدعوة ألف شكر وأنا سعيدة جيب لأننا نعرض معي أستاذة ممكن تحكين على مسيرتك يعني في مصر وفي ألمانيا كيف خطرت المجال اللي رقم فيه هو مجال الرقمنا يعني وريدة الأعمال في مصر وبعدين توجهتي لألمانيا أنا اتولدت في القاهرة ودخلت المدرسة الألمانية وبعد تخرجي درست الإعلام والسياسة الدولية في الجامعة الأمريكية بعد كده اشتغلت في الغرفة تجارية الألمانية العربية الجامعة الأمريكية في القاهرة صح؟ آه نجمعنا في القاهرة طرلت أول عملية كانت في الغرفة تجارية الألمانية العربية ووصلت هناك لرئيس القسم الاقتصادي وغدرت بعد كده لاصل من لندن ودراست في لندن سكولة بإيكناميكس للسياسة الدولية ورجعت ثاني مصر وكملت شغل ثاني في الغرفة الألمانية العربية وهناك تهرفت على المجتمع مجتمع الأعمال ورواد الأعمال في التماصل وفي ألمانيا لحد من سنة 2000 كان رئيس أو مدير الغرفة قرر أنه هو ينشئ مكتب تمثيل للغرفة تجارية الألمانية العربية في بالين وعرض علي العمل في بالين والحقيقة أنا وفقك وجيت سنة 2000 هنا لبالين وأول حاجة عملتها هو إنشاء مكتب تنسيل الغرفة الألمانية في بالين وكتبي كان في التحدي الصناعة والثجارة الألمانية كيف يعني أنت توجهت ريادة الأعمال وقبل أيضاً تحدثنا الشركات اللي فتحتيها مثل Global Project Partners كيف حتى توجهتي لريادة الأعمال تمام هو الحقيقة Global Project Partners هي مؤسسة غير هدفة للربح بعد ما ابتدت شغلي في بالين قررت بسرعة شديد لأننا محتاجين كيام قانوني عشان أقدر أبدأ أعمل مشروعات ما بين مصر وما بين ألمانيا أنا الأول كوني تركيزي كان على إن أنا كنت عايزة أعمل حاجة ما بين البلدين وبعد كده كبرت الفكرة وكبرت كمان عدد الدول اللي إحنا عشتغلنا فيها هو Global Project Partners زي مؤسسة زي ما قلت غير هدفة للربح أسسناها في بالين سنة 2002 وبنانا على القانون الألماني لازم بيبقى فيه سبع مؤسسين لأي مؤسسة غير هدفة للربح كانوا كلهم من ألمانيا ودول شمال أفرابيا وكان الهدف من الأول هو إقامة شراكة مستدامة بين مجتمع الأعمال والمجتمع المدني الألماني ومثيله أو مثيلاته في بلاد خارج لدحاد الأوروبي زي ما قلت إحنا كنا مركزين الأول على مصر وعلى ممتاقة الشرق الأوسط وصلنا بعد كده لدول كتير متعددة زي شرق ووسط أوروبا وعملنا فرضو مشروعات في اللاتن أمريكا لكن احنا بيشتغل حقيقة في ثلاث مجالات أول مجال هو بناء قدرات جمعيات سيدات الأعمال ودي كانت حاجة مهمة جدا بالنسباني أنا قبل ما أجي ألمانيا كنت عضوة في جمعيات سيدات الأعمال المصرية والحقيقة جمعيات سيدات الأعمال في الدول بتاعتنا أو في مطاعت شرف الأوسط بسفة عامل تم إنشاءها في التسعينات لما جيت هنا ألمانيا لقيت جمعيات سيدات الأعمال الألمانية تم إنشاءها سنة 1954 فحسيت أن فيه ممكن نتعلم من بعد كتير ومش بس جمعيات سيدات الأعمال الألمانية هتدي نوها وتعلنها لكن الحقيقة الشراكة دي ابتدتها أول ما جيت وكنت عايزة أن أنا أقوي قدرات جمعيات سيدات الأعمال في الوطن العربي في السفة عامل تاني حاجة بنشتغل فيها هي التدريب المهني والفني وطبعا ألمانيا معروفة بتميزها الفضيع أو الكبير في هذا المجال وثالث حاجة هو الإبتكار الابتماعي كل ما هو جديد ومفيد لشركائنا يعني مثلاً موضوع تحاول رقمي لما أنشأنا Global Project Partners سنة 2001 ما كانش لسه موضوع مهم لكن لما لقينا أهميته في 2015-2016 أنشأنا شبكة Digital Arabian Network في سنة 2017 وهكذا كل ما بنلاقي أفكار جديدة ومواضيع مهمة بنقدر أن إحنا نفيد بيها شركائنا بنجيبها وبننفذها وبنعمل مشروع قبل بنفوت على Digital Arabian Network اللي هو موضوع مهم جداً مينة بيزنس جيم بيها مثل ما تسموها تب هل ممكن تحدثين عليها ودورك؟ مهم مهم بعد ما اشتغلت كثير مع تريدات الأعمال الحقيقة زي ما بقولين بيدي I got inspired طيب أنا كمين أقدر أني أنا بقى رائدات أعمال ويبقى عند الشركة القصة بيها وأنا شريكة مع واحدة ألمانية في مينة بيزنس جيم بيها وبنقدم استشارات للشركات الألمانية المهتمة أن هي تصدر منتجاتها أو خدماتها للوطن العربي وكمان بنشتغل في مجال الأوتسورسنج يعني الشركات الألمانية اللي عندها طعاق في مجال التقنية أو مشروعات تقنية وما عندهش هنا تيم اللي يقدر ينفذ المشروعات دي بنقدر أن احنا نساعدهم أنهما يلاقوا شركاء في فونس في مصر في بلاد أخرى ويقدر أنهما يشتغلوا معاهم ويعملوا أوتسورسنج للIT بتاعتهم في وطن العربي في طلب كثير على الأوتسورسنج صح خصوصا في ألمانيا وفي دول هل عندك إحسائيات على كمية الأوتسورسنج اللي يحصل للوطن العربي مثلا مصر تونس المغرب والجزائي لأنه فيه الكثير من المهندسين في دولنا وفيه أوتسورسنج يعني فيه أوتسورسنج وفيه أن نسمي إنسورسنج أنه فيه مهندسين يجي يجو من الوطن العربي لألمانيا ولكن فيه أيضا شركات تحب يعني مشاريع قصيرة تحب تعملها أوتسورسنج للوطن العربي بالزبط الحقيقة ما عنديش إحساءات بالزبط قدر أقول لك لكن الطلب يعني فيه تزايد أوكي وفيه زي ما حدريزك قلت فيه هم بيحاول أن هم يجيبوا المغنسين والمهندسات من وطن العربي خاصة من تونس ومن مصر ومن المذرب إلى أوروبا وبيشتغلوا على طول أنهم عليهم طلب كبير وفيه شركات ألمانية أخرى بتقرر يا أنا بدلا ما أجيب حد وعين أنا عايزة أشغل حد في المشروعاتي ويكون ذي ثقة وبيعملوا إما أشاركها مع شركات مثلا تونسية أو شركات مصرية أو شركات مغربية أو هم بينشأوا شركات تابعة لهم ومتخصصة بس في الأوتسورسين فالحقيقة إحنا شوصنا أن الأوتسورسين ده مجال كبير وكمان بيحافظ على أو بيكافح ظهرة البرين درين اللي لو كل المهندسين وكل المهندسات والدكاترة سابوا منطقتنا بلادنا وذهبوا إلى أوروبا أو أمريكا مين هيفضل علشان يقدر أنه هو يشتغل في مجال مهم جدا وخاصة مع طبعا أهمية التحاول للرقم اللي احنا شاكينه حياتنا كل اليوم أنا نظن باللي اليوم كان مشكلة كبيرة اللي هي البرين درين ولكن هل الأوتسورسين ينقص من هذا هذا السؤال الذي تسأل هل الأوتسورسين يعني كوسيلة حل ولكن أيضا لازم تكون كاينة ثقة بين بين الشركات الأوروبية وشركات في الدول الغربية وبين الشركات اللي في وضعنا العربي لأنه إذا كانت بكاش ثقة ما يمكنش يكون كاينة أوتسورسين بالضبط كلمة الثقة كلمة مهمة جدا ولقينا أن شركات ألمانيا بيصير ما بتفكرش في الأوتسورسين كانت خالص لتونس ولا للمصر ولا للمغرب ولا للجزائر لأنه ما عندهمش معلومات كافية عن التعليم في دولنا أن قد إيه عندنا نسبة كبيرة جدا مهندسين ومهندسات وكانوا الحقيقة كلهم باديش لدقوش ما بنقولهم أن 50% من اللي بيدرسوا هندسة ومواد تقنية في شمال أفريقيا من النساء لأن هنا نسبة 12 أو 13% فقط وإحنا عندنا في منطقتنا 50% للأسف بيختفوا بعد كده من سوق العمل ولكن موجودين يعني لو قدرنا أن نقدم لهم برامج معينة ونساعدهم على أنهم يشتغلوا في مجال أوتسورسنج دي دي هتبقى مكسب كبير جدا لبلادنا في حمل أفريقيا أنا كنت أتسأل هل من هي الدول المنافسة الأولى للوطن العربي في أوتسورسنج هل هي شرق أوروبا هل هي دول الشرق الأسيوية شرق أوروبا وطبعا كورانيا عندك بلغاريا رومانيا كل الدول دي ولكن حتى دول ما بقاش فيهم شركات كافية ومهندسين ومهندسات كفاية للمشروعات الكبيرة اللي مثلا بلد زي ألمانيا محتاجاها خلاص يعني حصل اكتفاء ذاتي في البلاد دي ما بقاش فيه كفاية مهندسين ومهندسات كفاية هم يشتغلوا في مجال أوتسورسنج دي في وقت الجائحة في كورونا في شركات ألمانية كثيرة قوية لقيت أن أوتسورسنج للصين والهند فيه مشاكل كثير أولا فرق التوقيت دي خمس وست ساعات وأكتر والويرك لايف بالانس اللي بدأ كل الناس اللي بتشتغل هنا في أوروبا والبلاد وفي بلادنا كمان يطلبوه من أصحاب الأعمال يعني أنا لما إيجي أعمل دلوقتي ميتينج مع الهند ومع الصين أوكي أوامل لازم يبقى فيه موضوع فرق التوقيت ده باخده في الاعتبار معنا كده أن أنا ممكن أعمل يعني يا إما صبح بدري جدا هون ستتعتي يا إما لو أنا بتشتغل مع أمريكا يبقى متأخر جدا وبدأ فيه ناس ومن اللي بتشتغل في المجال ده بترفض بتقول لأ أنا عايزة الوقت ده لأسرتي أنا عايزة يبقى فيه كويس ما أقدرش أن أنا أشتغل على طول مع بلاد فرق التوقيت ما بيني وما بينها بالسامة والثمان فدهي طبعا ميزة تنافسية كبيرة جدا لأن تقريبا ما فيش فرق التوقيت أو لو يبقى فيه ساعة فبالنسبة للشركات الأوروبية ده وطبعا ميزة تنافسية ذائب طبعا موجود برامج تعليمية وجامعات بتدرس IT والتكنولوجيا ممتشرة في الأفضل كنت أتساءل عن كيف يعني يمكن كوني على جبهات مختلفة يعني جروبال برويكت بارتنر الوين بيزنس وديجيتال أربي نتورك هل ممكن تحكين عن ديجيتال أربي نتورك وكيف حتى وصلت يعني أنك توفقي بين كل هذا طبعا لأنك أم على فكرة باش يعرف المستمعين أنا 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 مباتس طبعا أممتي قيد بنتي عنك مفترش أنا إيلون ماسك يقول هو أفضل عمل في العالم لا أدري إذا كان يقصد هذا لا نرجع تاني للتنظيم الوقت والولد يعني أنا بحب جدا عملي وعملي الاجتماعي كمان يعني خارج نطاق جلوبال بارتنر ومين بزنس إم بيها ولكن في نفس الوقت برضو بحاول أن أنا كأي أم ألاقي وقت الأسرت والبنت و بتبقى كل فترة وبيبقى لها المشكلات بتاعتها وبرضو الوقت الجميل اللي كأسرة الواحد بيقضيه مع بعض لاجي نارك على درشة الاربين نتبوك هي شبكة أنشأناها سنة 2017 ونا 40 خبير وخبيرة من الوطن العربي شامل أفريقيا ولبنان والأردن والعراق اتقابلنا في لبنان وأنشأنا درشة الاربين نتبوك في بيروت سنة 2017 وهي الحقيقة لاها هدفين أول هدف هو رفع الوعي بأهمية التحول الرقمي وأثره على حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتاني هدف هو تشبيك ودعم التعاون ما بين ما نسميه ديجيتال أكتر في منطقة شمال أفريقيا والبلاد اللي أنا ألتها وألمانيا وبالنسبة ديجيتال أكتر هو فرض شركة أو مؤسسة بتستخدم التكنولوجيا من أجل حل مشكلة ما أو خلق تأثير إيجابي أديك بعض الأمثال يعني مثلا عندنا في شمال أفريقيا وبرضو في الأردن وفي لبنان شركات كثير ومؤسسات بتشتغل في مجال الأد تك وهو التكنولوجيا والتعليم وفي منهم الحقيقة متطورين جدا وعملوا منصات لغاية الأهمية في مجال الأد تك في شركات ومؤسسات تانية مهتمة بالكبول المالي والتكنولوجيا كوسيلة له وإحنا سمعنا أكيد عن شركات كثير في مجال الفين تك في بلادنا وفي مؤسسات ومجتمع مدني مهتم بالمشاركة المدنية والاجتماعية عن طريق المنصات الرقمية أو ما يسمى بالصفة بردو عندنا مبادرات جميلة في المغرب في المجال ده وكمان بنسلط الدق على النجاحات دي وعلى زيادة الوعي زي ما بقول بصفة عامة لكن كمان بنناقش المشاكل وممكن تنتج عن التحول الرقمي زي مثلا انتشار ظهرة الأخبار الكذبة في مجال الصحافة أو نسمى بالفيك نيوز وزي التكنولوجيا بتقدر النهاية تدتكت الفيك نيوز وتقدر بتظهر إذا كان الخبر ده صحيح ولا لا أو صورة دي فيها مانيكوليشن ولا لا وطبعا مثل تاني هو انتشار ظهرة العنص الرقمي خاصة ده الانساء والبنات وده مش حاجة مختصة بس أو خاصة في ملطقتنا دي ظهرة عالمية ولكن احنا بنحاول ان احنا برضو نزود الوعي ونحاول نحارب ظهرة الخطيرة ده كنت تسأل كيف تنصح الشركات العربية لا ادري اذا كان فيه هل فيكم توصل مع الشركات العربية حتى تنصحهم في كيف يتعاملوا مع الوضع أو او مثلا في تحملها حتى تنصح الناشطين في رقمنا في الوطن العربي في كيف يتعاملوا مع الوضع لا ادري اذا كان السؤال مفهوم اه طبعا مفهوم احنا نحن نشتغل في في خمس مجالات اول حاجة هي ثاني حاجة ثالث حاجة رابع حاجة وخامس حاجة فعندنا في هذا المجال او في الخمس مجالات دي انشطة متعددة بالنسبة للبزنس ومجال احنا اول ملقام بكثابة استراتيجية للتحول الرقمي في الوطن العربي وموجودة على الوابسايت بتاعتنا بالنغة العربية والنغة الانجليزية وتكنلنا عن مجالات كتير وسيناريوهات للمستقبل الرقمي في وطننا العربي عندي اسئلة كثير على استراتيجية التحول الرقمي في الوطن العربي ونقصناها مع الكثير نقصناها مثلا مع احد اعضاء الناشطين في الرقم في الجزائر اللي هو يزيد اكدال وهو في تجمع للناشطين بالرقم في الجزائر لا دري اذا كنت ممكن كنت في اتصال مع وتحدثنا على التحول الرقمي في الجزائر وتمنيت لو نقارن هذا نسوعد آخر في المقارنة بين التحول الرقمي ولكن اتركك تواصلي وبعدين اترى السؤال يتفضل اوكي انا كنت بكلمة على ان احنا بنشتغل في مجالات مختلفة وعملنا الاستراتيجية دي وكمان في سنة عشرين وعشرين وسنة عشرين وعشرين قمنا مؤتمر رقمي اسمه رقمية وفي الرقمية كان عندنا الحقيقة اكتر من كل سنة اكتر من عشرين ندوة بتناقش موضوعات مختلفة خاصة بالرقمانة في الوطن العربي من المدن الزكية الى ظاهرة العنف الرقمي الى الرقمانة في مجال الموجيستيك في وطن العربي يعني الحقيقة الى دور التحول الرقمي في المتاحف والانتماء الثقافي الحقيقة ما سبناش مجال ما تكلمناش عنه برقمية عشرين 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 وعشرين 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 والثنة ادي احنا عاملين رقمية سباشل بالقاهرة خلال مؤتمر المناف كوب 27 وعشان نتكلم عن التحول الرقمي وتغيير المياه يعني كان فرق بين الدول العربية ولكن ما هي الاشياء المشتركة بين الدول العربية او الامور اللي يمكن نخلوها انها تكون امور اللي نقدر نديرها على مستوى الوطن العربي والاختلافات بين الدول العربية في رقمنا لو نذكر مثلا الامارات الامارات وقطر دول متقدمة جدا في تحول الرقمي لو نشوف دول العربية الافريقية مصر الجزائر ليبيا تونس المغرب موريطانيا فهي دول يعني تحاول اللحق بالركب في التحول الرقمي ولكن هي دول متأخرة مقارنة بدول الخليج فكيف ممكن نستفاد من تجارب دول حتى نعالج او ننصح دول اخرى في التحول الرقمي طبعا التحول الرقمي محتاج امكانيات امكانيات مادية وطبعا محتاج خبراء مهندسين مهندسات الخليج ممكن عنده امكانيات المادية دي بتساعده لكن انا شايفة ان الاختلافات ممكن تلاقيها مثلا في الخدمات المقدمة من قبل الحكومة للمواطنين والمواطنين ده بتلاقي من هول في الخليج الحقيقة عندهم الـ متقدمة جدا لكن هتلاقي مثلا في بلاد زي المغرب عندهم منصات رقمية للموضوع متقدمة جدا زي منصة مبادرة عندك مصر والاردن وتقدمين جدا في مجال عندهم وعندهم مؤسسات كتير بتشتغل في مجال الـ عندك تونس متفوق في يعني في كل بلد بتلاقي فيها تميز معين وده اللي كنا بنحاول نعمله في ان احنا يبقى في نتوورك ما بينهم واللي يمكن بيستل في المغرب ممكن نتعلم منه في مصر التجربة تجربة مصر في الاتيك ممكن يطم نقلها لتونس لان الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلدنا متشابها صح فلو نجحت في بلد ممكن تنجح في بلد اخر لازم اقارن نفسي على المانيا وليزم حتى اقارن نفسي بالامكانيات المادية بتاعة الخليج بس في بلاد ممكن نقدر ان احنا نقارن ونتعلم من بعض ويبقى في تعاون في المجال ده ويمكن زي ما اتكلمنا في الموضوع العنف الرقمي التعاون الاقليمي خارج الفدود مهم جدا جدا في مجالات مختلفة وبتلاقي حتى في مجال الستارتاب شركات من مصر بتفتح لها مقر في الامارات او في السعودية والعكس صحيح فالحقيقة فيه دايناميكس كتير موجودة في المجال ده والتكنولوجيا متاحة في كل البلاد وزي ما اكتلنا على موضوع الاوتسورسينج اي مهندس او من مصر تونس المغرب الجزائر بيروح يشتغل في اوروبا من تاني يوم على طول بيشتغل ما فيش بقى زي زمان on the job training فمعنى كده دي كمان فرصة تبقى الشراكة on an eye level مش محتاجين لسه عندي علمنا التكنولوجيا لأ احنا عندنا ناس تقدر تشتغل في المجال ده على طول لكن طبعا محتاجة system ومحتاجة امكانيات دي كان عندي سؤال في كل الارقام وفي كل الامتر اللي تاتيها انهما ذكرت تونس المغرب مصر وما ذكرتش الجزائر بحكم اننا من الجزائر فحبيتنا سيرك على نوعيا بان الجزائر من ناحية رقمية ممكن عندها تأخر فحبيتنا تعطينا نظرة بكل موضوعية الحقيقة في ريكورد كامل عن التحول للرقم في الجزائر هتلاقيها على الويبسايت بتاعنا دي في الاربيا نتوارك ده ممكن تلاحظين يعني الامور اللي اللي هتوا الإيجابية وسربية طبعا لازم تحول الرقمية مش بس تكنولوجيا هو كمان مناش عمال ومناش تشريعي فيمكن دي حاجة ممكن يتم شوية العمل عليها في بعض بلدنا مش بس في الجزائر على فكرة البيئة تشريعية وانها البلد يبقى فيها منفتحة على التعاون والإقليم والتعاون الدولي يعني شي صعوبات ان مثلا نحن نيجي جزائر ومش من السهولة قوي نحن ناخذ فيزا صح ومشكل بسيط ولكن مشكل عويس يعني ممكن لانه الانلاين ما يعمل كل شيء لازم تكون حاضر يعني بالضبط يعني لازم الواحد هيقابل الشريك العمل بتاعه ولو حتى مرة ومش لازم على طول نتقابل في أوروبا يعني أنا من أجمل البلاد اللي أنا زرتها الحياة جزائر وبنشتغل هناك مع جماعية سيدات الأعمال من حوالي سبعة سنوين لكن في السنوات الأخيرة كان فيه مشكلة ان نقفنا ناخذ الفيزا ونقدر نيجي فدي طبعا حاجة بتأثر على التعاون الدولي والتعاون الإقليمي في كل المجالات مش بس المجالات النقل فدي حاجة من الحاجات لكن زي ما قلت نكفي ريبورت كامل وفي قصص نجاحات الحقيقة جميلة في الجزائر يعني مثلا شركة يسير اللي دلوقتي بقى لها اللي هي بدأت من الجزائر وفي المغرب العربي ودلوقتي بقى لها تواجد في أوروبا في فرنسا أو في ألمانيا الحقيقة دي من القصص النجاحات الجميلة اللي احنا بنقدمها بكل الندواب بتاعاتنا في درسة الاريجين لكن عندي أيضا سؤال على هل يعني أنه لما الدول ما تكونش عندها إمكانيات فحتما الرقمنا أو تحول الرقم رح يكون صعب عليها شوي لأنه لازم إمكانيات لازم يعني لازم استثمار كبير حتى نحدث لتحول الرقم طبعا لازم استثمار في البنية التحتية ولازم يكون عندك انترنت كوي الرقمية الضبط البنية التحتية الرقمية ولازم يبقى عندك انترنت كوي من غير طبعا سرعة انترنت ما فيش تحول الرقم لأن التحول الرقمي معناه أنه بتعمل لباتا بتعمل لعدد فضيع من المعلومات هو ده التحول الرقمي عشان تقدر تستفيد به في مجالات كتير فلو ما عندكش بنية تحتية رقمية كويسة ما تقدرش ما يشايب عندك تحول الرقم الحقيقة هي زي احنا معظم المواطنين والواطنات في المنطقة بتاعتنا عملوا عليهم إذا كان جابوا سمارتفون ولا جابوا تابلت ولا احنا مستعدين لكن البنية تحتية الرقمية طبعا مهمة جدا جدا وبتلاقي تفاوض كبير يعني أنا تونس برضو البنية تحتية رقمية فيها كويسة يعني في تباين شوية ولكن هذا المستقبل وده لازم استثمار حكومي في هذه البنية هل ممكن يعني لو نأخذ الدول العربية الإفريقية مصر تونس الجزائر موريتانيا وليبيا هل يمكن تلحق بالركب الخليجي حتى نحطه مع الشام والعلاق هل يمكن تلحق بالركب الخليجي لو في إرادة سياسية وفي مال عارف يا طاء يعني لو إحنا شفنا إزاي هنا الاتحاد الأوروبي قدر أنه يساعد بعضه ويبقى فيه شراكة أوروبية علشان تقدر أنت الدول اللي أضعف منك شوية أنت تقدر تساعدها أنت تبقى في نفس اللغة أنا شايف أنه بنسبالنا موضوع إحنا لازم لازم نفتفزه في منطقتنا العربية يعني اختيار بلجيكا كمقر للتحاد الأوروبي ليه لأن لما التحاد الأوروبي تم إنشاؤ لقوا أن بلجيكا كانت اقتصادية للأضعف فعشان يدوها قوة ويساعدوها عشان يبقى من كل الدول المؤسسة للتحاد الأوروبي دول اقتصادية كوية اختياروا بلجيكا يعملوا فيها المقر فليه اختيار كمان ما نقدرش يبقى فيه تعاون أكتر شوية ما بين بلادنا العربية يبقى ما فيش مشاكل في مجال الفيزا في مجال التنقل يبقى فيه يعني هنا انت بتركب القطر وبتروح من بلد للتانية لازم يبقى فيه موبيليتي لازم يبقى فيه حراك لازم يبقى فيه انفتاح على التعاون الأقليمي أنا شايفة هو ده الطريق الصحيح اننا نقدر نبقى كلنا شركاء فيه التحاون الرقمي ونقدر يبقى فيه تأثير إيجابي له على حياة أولها أنا كنت أتساءل يعني وانت تعطينا في مثل أوروبا لما ألمانيا وفرنسا وقبل ما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في أي شي يستفادوا من انظمهم مثلا اليونان أو انظمهم مثلا رومانيا وانظمهم دول يعني هي محسوبة على دول يعني لو لم تكن في الاتحاد الأوروبي تكون محسوبة على دول العالم الثالث فلما نشوف سطحيا ألمانيا وهذه الدول لا تستفاد أي شي ولكن لما تدرس وتدخل في أعماق الموضوع تكتشف أنه أول حاجة هذا سوق سوق جديد ولما نشوف الوطن العربي الوطن العربي كعدد هو أكثر من ناحية عدد السكان أكثر من أوروبا الوطن العربي تقريبا 500 مليون إذا من نشغل في الأرقام 500 مليون ساكن فهذا أولا سوق لكل الشركات العربية ففي حين أنه مثلا لو شركة اليوم مغربية تحب تمشي للدول العربية فيتطلب منها أن تفتح فرع في كل دولة أو مثلا سوق مصر هو سوق كبير جدا دخول له سعب حتى من ناحية الثقافية واللغوية وهذا عامل مهم جدا لو تشوف مثال حتى لما تذهب للدول ممكن ناطقة بالإسبانية بيناتها تجد فيها هذا التساول يعني بين مثل أبس التي نستعملها هنا في العالم العربي تعمل قل كريم نأخذه مثل كريم فتجدها مثلا في مصر مثلا في السعودية أسهل لكريم أنه يدخل للسوق السعودي من أنه يدخل للسوق مثلا الهندي أو الباكستاني أو الإسباني وهذا عوامل القوة لأنه لنأسف أنه مهمش مناش منفعلوه يعني فعامل اللغوي العامل الثقافي حتى الثقافة يعني لما أنت الشركة تجي للدولة أخرى فالثقافة تعرفها فتكون أسهلك حتى في الماركتينج وأمورات مشابهية يعني مكشل حترتك ببعض أخطاع في الماركتينج والأمور في البراندي صح فإحنا عندنا قد إيه عندنا فرصة جميلة أن يحصل التعاون الإقليمي ده ويبقى له وأثر إيجابي علينا وللأسف مش بنستغرله بالعكس بنحط عليه كمان عواقف فدي من الحاجات اللي أنا بحاول كمان أشتغل عليها في ألمانيا يعني لما بنعمل هنا ندوات 4 ديش في بالين بتلاقي كل الجنسيات بتلاقي من المغرب بتلاقي من الجزائر بتلاقي من تونس بتلاقي من مصر بتلاقي فلسطين لبنان من الأردن العراق هتلاقينا كلنا مجتمعين وبنناقش التحول للرقم فأنا شايفة إن الحقيقة ده من أهم من الحاجات اللي لازم نشتغل عليها في مستقبلنا في الدول العربية ونقدر إن إحنا نتعالها زي ما ممكن تحكينا في في الجزة الأربي ناتورك هنلاحظته أثر رقما على العالم عمون وعلى الوطن العربي خصوصا من ناحية الاجتماعية مثلا الأسرية من ناحية السيادة تكلمتين على الأتك من ناحية التعليم من ناحية السياحة ده الوقت نلاقيه في بلاد كثير فيها e-services أو online services قدمة للمواطنين والمواطنات ودي دول مختلفة فده أكيد أكيد تغيير إيجابي بس لازم في نفس الوقت نشتغل على digital skills بتاعة المواطنين وبتعنا لأن أنت عندك للأسف في بعض البلاد العربية ومنها مصر ومنها المغرب في لسه أمية أوكي فتخيل أنت يعني خلاص بتعدي مرحلة وبتدخل للعالم الرقمي ولسه فيه عندك ناس ما بتقراش ما بتكتبش فده حاجة من الحاجات اللي لازم برضو العمل عليها يعني من ناحية عندنا مهندسين ومهندسات بيتخطفوا زي ما بنقول وبيشتغلوا في أوروبا وفرنسا وفي نفس الوقت عندنا لسه أميين فده حاجة من الحاجات الحقيقة اللي لها أثر إيجابي وأثر سلبي أنا شايفة كمعين المنصات الرقمية البلاتفورمز اللي هي بتحاول إن هي تخلق فرص عمل جديدة سواء التجارة الإلكترونية أو سواء المنصات الرقمية اللي هي معنية بالشغل مع الفريلانسر درافيك ديزاينرز سوشل ميديا دول كلهم بقوا موجودين وبيخلقوا فرص عمل في بلاد كتيرة فده برضو حاجة من الحاجات اللي احنا شايفين إن هي إيجابية فيه كمان أمثلة جميلة في الإيهال زي مثلا المؤسسة مجدي يعقوب في أسوار في مصر اللي بيشتغلوا بالأرتفايشل انتليجنس وبيشتغلوا بالتكنولوجيا الحديثة على إنهم يقدروا يحاربوا الأمراض المزمنة الخاصة بالقلب في منطقتنا خاصة بالجينات بتاعتنا بيعملوا دراسات وبيعملوا أبحاث كتير دي من الحاجات الحقيقة اللي أنا برضو بحب قوي أتكلم عليها إن هي الأمثلة الإيجابية منطقتنا ذكرت مثال يسير اللي بقى دلوقتي موجود مكتب له هنا في أوروبا فرنسا وفي ألمانيا وفي المبادرات اللي هي أو المنصات الخاصة بال civic participation يعني إزاي يبقى فيه حوار مجتمعي عن موضوعات تهمنا قبل ما يتم مثلا التشريع لها يعني في المغرب زي ما ذكرت برضو فيه منصات بيتراحوا حوار مجتمعي وبياخدوا رأي المواطن والمواطنات قبل ما يتم التشريع فتي برضو من الحاجات الجميلة وطبعا الأدتك يعني والستارتابس اللي بيشتغلوا في مجالات مختلفة كثيرة الحقيقة من الحاجات اللي احنا لازم نكون الفقرين بها في منطقتنا كل عام هذا على الجانب الإيجابي أنا حس أستاذة بسند أنك أنت يعني تركزي على الجانب الإيجابي ولكن جانب اللي يجب تحسينه حتى ما نقولوش يعني بسلبي ممكن لو تذكرين لأنه أنا نشوف اللي اليوم مثلا فيه تأثير على المجتمع من ناحية الشبكات الاجتماعية ومشكل كبير جدا أنه اليوم الكل على الشبكات الاجتماعية وبحكم أنه لا يوجد تقنين أو تشريع لحد أثر الشبكات الاجتماعية مثلا في أوروبا وفي دول أخرى كان يعني مقنن الأمور في حين أنه في دولنا العربية الشبكات الاجتماعية لها الحرية في أن تفعل ما تشاء أرجع تاني نقطة التشريع ودور الحكومات فإن هي تطلع بتشريعات للحرب من نواحي سلبية للمنصات الاجتماعية وكمان أنا ذكرت بعض السلبيات زي الفيك نيوز أو الأخبار انتشار الأخبار الكاذبة وكمان اتكلمت عن العنف الرقمي ضد السيدات وضد البنات وإحنا عملنا في ديجتال أريبيا نتورك بالتعاون مع مؤسسة سلامات ومؤسسة في منصة لسيدات مصر ومن وفي إيجيت عملنا حمل التوعية عن أثار الاتزاز الالكتروني للسيدات والبنات وأهدناها لروح سيدة مصرية شابة انتحرت في يناير من هذا العام لأنها ما كانتش قادرة تواجه للمجتمع تاني بعد ما تم ابتزازها إلكترونيا فالحقيقة موضوع العنف الرقمي ده ظاهرة لازم لازم نتصدى لها ودي محتاجة تعاون ما بين المشرعين القوانين والمجتمع المدني ودي في ديجة القريبة نتورك الحقيقة مخصصة لها إحنا جزء كبير جدا من نشاطاتنا سنة دي والسنة الجاية لأن لو ألزلك بعض الأرقام للأسف الإحسائيات مش موجودة بكثرة بالوطن العربي عن الزغيرة دي ولكن في دراسة يعني حديثة للأمم المتحدة قالت قالت أن 23% من النساء التي تعرضنا للعنص الرقمي ألقى باللوم عليهم أولا 12% منهم اتعرضوا غير للعنص الرقمي اتعرضوا كمان للعنص البدني من قبل الأهل والأسرة لأنهما مش مصدقينهم أنهما ملهمش زنب وأنه ممكن تكون الصور والفيديوهات دي تم تلاعب بيها إلكترونيا أو بالتكنولوجيا واحدة من خمس نساء أول ما بيحصل لها حاجة زي كده بتوقف نشطها على المنصات الإلكترونية وإحنا عارفين أن المنصات دي برضو ساعات بتبقى مصدر دخل ورزق للسيدات دي فدي طبعا برضو مش حاجة كويسة 35% من كمان من السيدات اللي تعرضنا للإتزاز الإلكتروني أصابهم الاكتئاب و35% فقدوا فقروا في الانتحار وذي نسبة كبيرة أرقام مهولة أستاذ هذه كان واحدة الدراسة أجروها في 2020 اسمها قرأتها في كتاب كتبه جوناثان هايت وتكلم لو تشوف في الجراف للدبريشن عند البنات ونظن أنه كان حتى منحنة مشابه له في الانتحار بالمقارنة بالبنات والأولاد من 1991 إلى 2017 عند الأولاد قيمة نفسها ثابتة تقريبا ولكن عند البنات كان هناك لو تشوف في المنحنة سنحطه في السورسز انفجار من 2012 إلى 2020 ممكن ضعفة أربع مرات أو ارتفاع لكن ارتفاع رهيب من 2012 انفجار رهيب للدبريشن والسويسايد عند البنات الدراسات أخرى تقول أنه معظمها راجع إلى وخاصة إنستغرام ومشابه كما تتكلمت بالدداء من الثقة بالنفس إلى التنمر أنواع الابتزاز الإلكتروني مختلفة هي فيها طبعا التهديد تسريب المعلومات الابتزاز ممكن بس بتتعامل للإذاء النفسي طبعا برضو تقليل ثقة بالنفس المقارنة المستمرة مع الانفلوانسرز ومع البلوغرز اللي بيتصوروا بفيلترز والبنات بتكتكر أنها دي مقييس الجمال وتبدي أنها عندها ترابات في العكل وإلى ما شابه ذلك الحقيقة ده نقوص خطر وده أكيد أكيد من السلبيات الفضيعة للمنصات دي وكمان ما ننساش أنه إحنا للأسف عندنا في الوطن العربي عندنا ثقافة القائل اللوم على الضحية يعني بدل ما تتيب الضحية في حالها وتحاول تساعدها وتركز مع المجرم أو المبتز بتلقي الأول اللوم على الضحية وده خطأ ثادح خطأ كبير فإحنا برضو بنحاول أن إحنا نزود الوعي في المنطقة دي بالذات يجب أن إحنا لنلقي اللوم على الضحية ويجب التبليغ عن الجريمة لأن المبتز ده بيحاول أنهو يازل الضحية نمد إذنى ليها أو نقول يا جماعة لو حد تم ابتزازه إلكترونيا لازم تدوري على حد يساعدك في محيط عائلتك أصدقائك ما تبقيش لوحدك لأنه هو ده اللي بيحاول يعمله المبتز حتى هو المفهوم الوعي أنا نظن في رأيي هذا المشكل عنده أربع يعني هو مربع عنده أربع زوايا الزاوية الأولى ضحية يعني هذا الرقمنا طارق جديد على مجتمعاتنا فمعظم الناس غير مهيئين أو كيف يتعلم هذا العالم فممكن يستعملها بطريقة خاطئة له يجعل منهم ضحايا محتملين لبعض الناس أني الناس اللي تريد سوء ثانيا بعض الناس مستعملين اللي هم يضرون الناس الأخرى عن علم أو غير علم مثال نأخذوا مثال التنمر في الكثير من التنمر اللي هو يبدأ كمزاه فالإنسان هذا مش عارف أن المزحة الأونلاين اللي يقوم بها سيكون عادة انعكاسات في العالم الافتراضي ممكن نعطيك مثال مش عارف إذا تبعتوا الأخبار مؤخرا كان في شاب مصري ساكن في الإمارات حط كومنت على بنت قال لو رأيكم لو نذهب للبنات الغير محجبات ونقصوهم مش عارف بالمقاس فهو كان يمزح لكن مش عارف أنه ممكن تكون كومنت تاعه وهي البنت بعدين ما حطط له قلت له هل أنت متأكد مش تقول قال إي أنا متأكد تم ترحيله آه تم ترحيله إمارات فهو مش عارف أنه الحاجة الأولى مش عارف أنه قادر يكون نتائج لتعليقك في العالم الافتراضي رح يكون عندها في أمريكا أو في الغرب أيضا حتى هنا عندنا في جزائر مثل بعض الناس يحطوا كومنت فيه تهديد هو في باله يعني نوع من الدعابة أو هو هزلي ولكن لا فيه كونسيكوزز عليك أنت حتى لو أنت كنت في بالك هذه نقطة سامجة كما نقول ولكن في المقابل قادر إنسان يقرأ كومنتك في يعتقد أنه جدية ويتطبق ما أنت تقول فهذا الزاوية الثانية والزاوية الثالثة الأسرة أيضا لازم تكون وعية بأن تكنولوجيات ممكن يعدها خطر ممكن فيه ديب فيك لما تكلمت يمكن بنات أو شباب يأخذون صورهم ويعدلوهم يحطهم في فوتوشوب يقولوا هو فعل هذه وذلك ممكن يمشي حقيق فلازم يكونوا وعيين ولازم نوعوهم بكل المخاطر التي تعقوا أنه يحموا أولادهم ويعلموهم والرقن الرابع وفي رأيي الأهم هو السلطة أو التشريعات أو الردع فلما نعند مثال يقول أضرب البرد يخاف الحمار فلما يكون إنسان يحط تعليق من هذا النوع السمج ومشعرف النوع لما جيه العقوبة ألف إنسان رح يخمم ألف مرة قبل ما يحط تعليق لفيه تهديد الإنسان آخر بغض النظر عن الإنسان آخر ماذا يكون ما عندناش حتى الحق أنه ممكن نطالب بإعدام مجرم فما بركب إنسان بريء أنك تتعدال على حرية الشخصية أو تدد ففي رأي هذه الأربعة زاوية وإذا ممكن ثاني تتكلمين أكثر تمام صح تفعيل القوانين ومحبس المبتزين في كذا جريمة وفيه كمان من الحاجات اللي يرامين لأنه فيه أب قدر أنه هو بمساعدة طبعا للشرطة القبض على من اكتز بنته فدي برضو من الأمثلة الكويسة فلازم زيادة الوعي ولازم كمان نزود الوعي إزاي بإيه الأليات إن أنت تقدر إن أنت تأمن تليفونك تأمن الكمبيوتر بتاعك وده يبقى برضو جزء لا يتجازق من التعليم لأن بناتنا وولادنا بيأخذوه في المدارس ممكن بإيهات بسيطة بأكس بسيطة تقدر أن أنت تحمي هاتف بنتك أو مراتك أو هي طبعا تشمي نفسها من الاختراق عن إلكترون أنا كان عندي سؤال لأستاذ بسانت لأولياء ماذا تنصحيهم حتى يحموا أولادهم ويحموا أهلهم من الاجتزاز الرقمي ومن جرائم السيفيرانية علوما لأنه عندنا مشكل كبير لأنه كما قلت في الوطن العربي عموما في ناس ما عندهاش ثقافة إلكترونية ثقافة خلينا نقوله رقمية تسمعهم أنها تحمي نفسه واليوم كلنا معرضين للخطر والخطر الرقمي مرات يكون أثره على الإنسان أكبر بكثير مثال ذكرته المواطن المصري اللي كان في في الإمارات وتم ترحيله كان عنده أثر مباشر على حياته فتم ترحيله وفقط المجنة وكل شيء فكيف يمكن الناس بطرق بسيطة ونسائح بسيطة يحموا أنفسهم ويحموا أهلهم وأولادهم من المشاكل اللي ممكن تجي من الرقم عظوما أو من الجرائم السيفيراني زي ما قلت الأول إن الواحد نفسه يتعلم إزاي يحمي الأدوات بتاعته من الأسطرق الإلكتروني ويديب أدوات بسيطة وإحنا عملنا عليها حاملة لو حد عمل جوجل هلاقي إحنا قلنا أو إيه الحاجات اللي إحنا شرحناها من الدابل آثنتيكيشن للحاجات دي كلها إزاي تحمي لأول أجهزة أولادك وأطفالك من الإختراق الإلكتروني ثانيا اتخلي عن موضوع أو عن ثقافة إلقاء اللوم على الضحايا لأن دلوقتي بقى صعب جدا إن أنت تقدر تعرف إذا كان الفيديو ده أو الصورة دي تم تغييرها أو لا فبغض النظر إيه اللي هيقع إيه اللي هتشوفه انسى الفيديو انسى الصور وحاول إن أنت تبلغ عن الجريمة دي لأن هنا فيه مجرم ولازم يتقدم للعدالة أوكي وطبعا إن يبقى العلاقة ما بين الأم والأب والأولاد يكون فيها شق صداقة وثقة بحيث إن لو حد من الأولاد واللي تعرض لهذا الإخزاز ما يبقاش خايف من الأب أو الأم ويقوله ويحكيله لأن العلاقة الطوطوية دي أو العلاقة اللي ما بيبقاش فيها نوع من أنواع الصداقة دي تبقى لها أثر سلبي على حاجة زي كده وشابة إن أنهت حياتها في مصر في يناير دي ما لقيتش حد يساعدها لأن المبتز أو المجرم كان ابن خالتها وابن عمتها يعني حد مقرب جدا من العائلة فالحقيقة ببعض الخطوات البسيطة وتغيير طريقة التفكير ممكن أن نحن نشمي أولادنا من الأقتراف الطرون ومن اقتزاز الطرون ونازم يبقى فيه حديث كتير والاهتمام بالصحة النفسية أنا نظن فيه أيضا نقص في المحتوى التوعوي في هذا الجانب نحن نحاول عن طريق قسرة أو عن طريقة يعني أمور أخرى أن ننوعه الناس ولكن لما نشوف الوطن العربي فيه نقص في توعية الناس على الرقم العظم على أخطار شبكات الاجتماعية أخطار كما قلت الجرائم السيبرانية اللي ممكن تسبب يعني تهديم لأسر وتهديم وممكن حتى كما قلت توصل حتى للانتحار عند بعض الناس لما ميلقوش المساعدة كيف الأباء يكونوا أولادهم على مخاطر الشبكات الاجتماعية أو الرقمنة من ناحية أنه يعطوا لهم المعلومات الكافية حتى يكونوا ما هيش من ناحية الرقمنة في حد ذاتها ولكن من ناحية البسيكولوجية حتى يكون الولد يعني محمي من ناحية أنه ما يتعرض هذا مشكل كبير جدا اليوم في أنه المراهقات كما قال زبير المراهقات عندهم مشكل كبير والأولياء يعني يعانيه صراحة أنا شايفة أن دور المدرسة هنا كمان دور مميز وكبير وزي ما احنا بنتكلم في كل حاجة أنه لازم يكون في شاركة ما بين المدرسة والبيت وطبعا الثقف الأولاد وأنا شايفة أنه أنا بسايف في البلاد عربية كثير بلاي أن ما فيش يعني ما بنحطش حد لعدد الساعات للأطفال والشابات بيستخدموا فيها تليفونات بتاعتهم يعني أنا مثلا بنتي لما كانت لسا عندها مثلا 9 سنين أو 8 سنين أو كان عندها صمعات فون لأنها تذهب من المدرسة لوحدها ولكن أنا محدد لها عدد ساعات وجايب لها أب بيقفل التليفون بعد عدد ساعات معينة أوكي ودي الأبس دي غير مقابل أو بمقابل بسيط بس هي دي الطريقة أنا قدمت لها فيها الآيفون وطبعا ما مراجعة مستمرة للمحتوى اللي هي بتتخرج عنه وبتشوفه ففي بعض الحاجات البسيطة اللي ممكن نبتدي نعملها ويبقى فيه شوية حدود العدد الساعات اللي الواحد بيسمح لأولاده بيها أنهما يستخدموا فيها الأجهزة دي وطبعا نشاطات الرياضة لازم الأطفال تعمل الرياضة ولازم تقرأ ما تنساش القرية يعني لازم شي تنوع في النشاطات ما هو من المال الساعات بياخدوا ويفضروا ويتفرجوا عليه لكن لو أنت مهتم كأب أو مهتمين بالرياضة مهتمين بالقرية مهتمين برضو طبعا ما تقدرش تحرمهم من أجهزة الإلكترونية جديدة لأنه دي بقيت جزء لا يتجزأ من حياته فبتعمل نوع من البالنس بتعمل نوع شوية من التساوي ما بين النشاطات المبطرفة هم يدعوش عندهم وقت كتير قوي أنه هم يضيعوا يتأثروا سلبيا بهذه الأجهزة وبالملصة الاجتماعية نفوت موضوع آخر وهو الرقماني خاصة في التعليم أو التعلم بعد جائحة الكورونا والكوفيد لاحظنا أنه الكثير من سواء الشركات أو الجامعات أو المدارس مالوا للتعليم عن بعد ورقمنة التعليم لكن هل في رأيك أنه راح يكون مستقبل لها أم أنها تكون بالتوازي تكون تساعد التعليم كما عرفناها كلاسيكيا وهل ممكن تعطينا تجربتك من ناحية خاصة في الدول بين ألمانيا والدول العربية أنا شايف أنها هتفضل بالتوازي أظن أننا وصلنا إلى النقطة اللارجعة أن التحاول لرقمي مهم جدا جدا والتعليم والتكنولوجيا لها تأثير إيجابي فديد بس إزاي بقى نستخدمه يعني إحنا من رأينا وده اللي ترحنا في الاستراتيجية اللي إحنا كتبناها أنه لازم يبقى فيني برامج غير أكاديمية في الجامعات للقطاعات المتأثرة بالرقمنة يعني لأن هيفصل انتقال من مهنة إلى أفضل يعني أنا مثلا في عراستع على مهندسة هنا في ألمانيا من غانا درست جيلولوجيا في غانا جات هنا تشتغل في ألمانيا ما لقيتش في مجالها عمل كافي فتركت في برنامج ودرست البرمجة وبقيت دلوقتي تشتغل في شركة كبيرة في ألمانيا في مجال البرمجة في الإي تسي بروغراميج أوكي فلازم يبقى فيه برامج زي دي بتسهل الانتقال من مهنة إلى أخرى حاجة تانية التماعات برضو يبقى مش بس في العلوم التقنية وطبيعية لازم برضو يكون في التخصصات اللي أن تقدر تدعم الدولة وتقدر تدعم المجتمع المدني على أن يطور الاستراتيجيات بتاعته الملائمة للتحول للرقم يعني أنا بلاقي دعوات كتير لازم ندرس بس تكنولوجيا لازم طبعا درست التكنولوجيا مهمة ولكن إحنا محتاجين برضو الخبراء إن في مجال الخبراء الاجتماع السياسة الاقتصاد لازم دون كل دي متعدد دي المجالات بيتكلموا مع بعض وبيبحثوا أثار التحول الرقمي على حياتنا ويبقاش بس التركيز على دراست التكنولوجيا أن درسلت وهو ده اللي إحنا محتاجينه لحياتنا لا أنا مش شايفة كده خالص إحنا محتاجين كل التخصصات وكلها وربطها بالرقمانة يعني لازم الصحفي يفهم الرقمانة لازم أخصائي الاجتماعي يفهم تأثير الرقمانة لازم أن بيؤرس والخبير الاقتصادي طبعا يبقى فاهم الرقمانة والتكنولوجيا المنقصة بها فالحقيقة هي التحول الرقمي موضوع لجميع الفئات وموضوع لجميع التخصصات ولا يجب أن يكون حكر على مهندسين والمهندسات أو والمهندسين نحن علبنا أنه في الوطن العربي في قلنا أو في قليل من نساء يكون يعني رائدة أعمال فهل هذا فتح الباب هل الرقمانة فتحت باب لريادة الأعمال من باب أنه ممكن عملنا من البيت أو ممكن أنه تخليها تكون مشهورة عالميا أو وكيف الرقمانة اليوم خلاتهم أنهم يكونوا يعني ممكن السبل وطرق لتخلي أنه اليوم النساء يتميزوا فيها في عالم الرقمانة وفي مجالات أخرى وعلى سيدات الأعمال بصفة عامة نحن في المنطقة التي تعتنا في المينة الريجين مثل إيسن نورد أفريكا عندنا 30% من مؤسسة ستارت أفس سيدات فهذه نسبة تعتبر عالميا كبيرة جدا يعني هنا برضو في أوروبا وفي ألمانيا تصفة خاصة أظن النسبة حوالي 10-12% وساعة أقل كمان فعندنا نسبة كبيرة وبتلاقيهم كمان كوفاوندرز يعني سيدة ورجل بيأسسوا ستارت أب بيعملوا على نجاح الستارت أب فالحقيقة دي حاجة أكيد لتكمولوجيا قدت إلى أن فيه بثير من الشابات تفكروا في ريادة الأعمال وبقى فيه جماعات كتير فيها برامج انتربرنورشيب أو ريادة الأعمال فيها فالحقيقة دي نسبة يعني نفتخر بيها دي حاجة الحاجة الثانية اللي أنا شايفة هي ملهاش دعوة مباشرة بالتحول الرقمي ولكن إحنا عندنا في بانطقتنا سيدات أعمال طول عمرهم متواجدين على الساحة طول عمرهم بيشتغلوا في مجالات عديدة من البناء للتكنولوجيا المعلومات للصناعة للتصدير ومع ذلك وكمان أنشأوا جماعيات سيدات أعمال ليهم زي ما تكلمت قبل كده ومع ذلك بتلاقي اللغة بتاعتنا والأنشطة بتاعتنا كلها بتتحدث رجال الأعمال هتلاقي شركات الطيران درجة رجال الأعمال هتلاقي في الصحافة رجال الأعمال والمستثمرين مفيش خانص التحدث عن سيدات الأعمال برغم أن هما زي ما قلت لك متواجدين في جميع المجالات أنا متعرفة هما يعملوا إيه أكثر من كده أن هما موجودين لهم كبير لمجال الاقتصادي في بلادهم أنشأوا جمعياتهم علشان يبقى لهم الصوت ومع ذلك بيتم تجاهلهم فدي من الحاجات اللي أنا برضو اشتغلت عليها من ساعة ما جيت ألمانيا ومن قبل ما يجي ألمانيا ومنه أنا في مصر بقيت عضو في جمعيات سيدات الأعمال وأنشأنا شبكة ومن بيزنس وهي الشبكة دلوقتي بتضم أكتر من 3500 سيدة أعمال في الجزائر تونس مصر ولبنان وألمانيا والحقيقة حتى الآن قمنا بنشاطات كتير وحصل برضو تعاون كبير ما بين كل البلاد العربية زي وما بين ألمانيا في مجالات مختلفة خاصة بسيدات الأعمال هو هذا العمل رائع وأظن أنه كل الأعمال اللي قمت بها خلوك أنك تكون يحاصل على جائزة من النساء المؤثرة في ألمانيا هل ممكن تحدين الجائزة بدورها وليش اختاروك اليوم لأنه يعني لو نتحدث عن الجوائز عادة يختاروك العمل المعين أو العمل اللي تكرمين به يحب ذات شاركي معنا هالعمل وإحنا فخورين بك أنك تكون من أكثر سيدات المؤثرة في ألمانيا أنا كمان الحقيقة كنت سعيدة جدا بالجائزة دي وفي حيثيات الجائزة ليه دوهالي أو ليه تم اختياري من دمن الأربعين سيدة اللي اختروها السنة دي في ألمانيا هم قانوا علي The Network هذا صح هذا صح يعني لم يخطئوا كل واحدة فينا تحدث زي تايتل أنا كان التايتل بتاعي The Networker أستاذة فقط كم شمكة انشأتها يعني صراحة حاليا أني في خمسة وستة لا لا هم تسمادر ومان يعني فشأ الله هم تسمادر ومان ودرسة الاربعين أنا مع انشأتهم شمكة الواحدة أنا واحدة من تيم كبير قتل الفكرة وتم إنشأها لأن أنا الواحدة طبعا نستحيل أقدر أعمل كده بس أنا فعلا فعلا بحب أن أنا أشبك الناس مع بعض التونتوك الناس مع بعض سواء على المستوى المؤسسي زي ما عملنا في Women in Business Network جمعيات سيدات أعمال على المستوى المؤسسي أو أشخاص ومؤسسات ده في ديجة الأيوبيا نتو والحاجة اللي أنا كمان بحبها أنا لما جيت ألمانيا كنت بس بشتغل مصر ألمانيا مصر ألمانيا بس وأنا في ألمانيا اتعرفت على المجتمع العربي هنا سفرت تونس والجزائر والمغرب واللبنان والأردن وحاست الدنيا كبيرة وثقافتنا ولغتنا بتقرّضنا بسرعة جدا من بعض وممكن نتعلم كتير قوي مع بعض فأنا التعاون الإقليمي ده بالنسبة لي من أهم أهم الحاجات أو العناصر اللي أنا بحرص عليها في كل شغلي أنا مظنش أن أنا هعيش لحد ما أشوف أن التحاد العربي زي كده التحاد الأوروبي ولكن يمكن أتمنى أن بنت يوماً ما نشوف ده لأنه أكيد له تأثير إيجابي في جميع المجال يا أستاذة صراحة كان عندي سؤالين في الأخير خليتهم ولكن مادام حكينا فالمهم في رأيك أي إنسان مهما كان العمل تعه ما هي أهمية النتوركينج اللي يقوم به هل من ناحية يعني سكيلز والنتوركينج وأيضاً سؤال الأخير رح نترحولكم بعد هذا اللي هما ممكن ما نركزوش عليهم لو نحكو على الرقم من الناس ممكن تركز على اللي هما التقنية سكيلز يعني اللي ممكن ندرسوه في أي جامعة ولكن اللي هما أشياء ممكن ما ندرسوه مباشرة في الجامعة ولكن مهمة جداً في العمل فهي حبة اللي تعطينا النصائح في هذا النتوركينج وأموماً على الصفت سكيلز أنا بقول على طول لما تدخل أي نتورك أو تبقى عضو في شبكة أو في نتورك أو في مؤسسة ما تدخلش وأنت بتشوف أنا هستفيد بإيه أنت كمان تسأل نفسك أنت هتفيد بإيه وممكن يعني حاول تشيد اللي حواليك وإنت هتستفيد وبعدين ممكن في نتوركس مختلفة تبقى مناسبة للكمير بتاعت وقت مختلف يعني مثلاً أنا في بداية حياة العملية كنت مثلاً عضوة في أو في ثلاثة لقيت أن واحدة هي الأقدر أقدي فيها أكتر وأاخد منها أكتر فأديل فضلت معيها ودخلت نتوركس جديدة فالنتوركس بري بري ديناميك أوكي وما تدخلش أبداً بالهدف أنا هستفيد إيه لأن كده يعني ما فيش نتورك بيبقى ناجح لو بس أعضاؤه بيفتكروا أنا هقدر أخذ إيه من غير ما أقدر أدي إيه وساعات أنت ممكن تكون أول ثانت سنين أربع سنون فقط مستمع ومطلق وبعد كده تقدر تردي يعني حتى ادخل بهذه بهذه المنتاليتي أن أنت يستفيد ولكن نفس الوقت حاول أن تستفيد في الأول قبل ما تقدر تستفيد وكمان الواحد ما يزودهاش أو في عدد النتورك وهو فيها يعني أنا بشوف ناس مثلا أو أعضاء في عشر شبكات مختلفة لا ركز اثنين أو ثلاثة كفاية قوي عشان تقدر تفيد وتستفيد كمان من الحاجات اللي أنا بقولها للسيدات على أقل لما تبقي عضوة في كذا شبكة على أقل أبقي عضوة في نتورك خاصة بالسيدات فقط إحنا لسا ما زلنا محتاجين شبكات ونتورك خاصة بالسيدات فقط سواء هما رائدات أعمال سيدات أعمال بيشتغلوا في مجال التكنولوجي في حاجة بتربطهم ببعض ويقدر أنه هما يشتغلوا مع بعض ويساعدوا الشابات كمان في مجالات مختلف فده بالنسبة للنتورك أما بالنسبة لتايم مانجمنت والسكيلز أنت عندك حق جدا في الموضوع ده سؤالي لو يكون مباشر كيف أم تكون وفي نفس الوقت أدي واجبات الأمومة أن تكون نقضي وقت مع العائلة لو من غير ما جوزي بيساعدني استحلق أنت هقدر عمل كل ده أنا الحقيقة جوزي متفهم ومع الزوج وفي تايم مانجمنت صح طبعا أكيد الزوج وتايم مانجمنت وساعات بحس أن أنا مش قادرة وساعات بحس أن أنا أقدر أدي أكتر وساعات بأصيب بخيبة أمل وساعات ببقى مليئة بالتفاؤل وعلى طول إحنا كلنا بشر ولازم نشوف برضو أن إحنا ساعات لما بيصبنا هذا يعني أنا بعمل كل ده السؤال من حق أنك ما يسأل الله فسالة بس على الطول بكامل وعلى طول لما بشوف النجاحات أو تعاون تم عن طريق الشبكات بتاعتنا أو عن طريق أنشطتنا ده بيديني دفع أن أكمل ثاني وأن أنا أتوسع في الشبكات بتاعتنا ومسلا شبكة سيدات الأعمال دلوات هنبدأ نشتغل مع كو ديفور والسنغال بعد ما الحمد الله نجحنا في شمال أفريقيا ما قالنا كذلك لو خذيت منك نصيحة واحدة مني النصيحة الأولى التي تعطيها الواحد أو الواحدة تحب أنها تتمكن من الطائم مناجم بتاعتها بسؤال شعب يبدن على فكا يا طول أنا أعرف لكن أعرف لو تعطيني هذه النصيحة فهنستفاد بس أقولك حاجة طبعا محتاجة أن أنت تبقى منظم وتحتاج كمان مرونة منك ومن الناس اللي حوالي لكن تتوقع أنك تعرف تقول لا وطبعا تعرف أنا ما كنتش الحقيقة أقول لا مرونة تنظيم وأن أنت تختار شريك حياتك أو شريك حياتك واحدة متفهمة أو واحد متفهم لطبيعة عملك وشغلك وأن هي تبقى فعلا شراكة على زي ما بنقول حتى هو ده شعار بس هو ده كمان شعاري أنا في حياتي الشخصية شكرا السؤال الخير سيدا فستو هو تبادل بين ألمانيا والعالم العربي والتعزيز خاصة دور الجالية العربية في عدة أمور تبادل تجاري تبادل اقتصادي والنولش ما هو الدور اللي في رأيك هم يقوموا به الجالية العربية تقوم به في ألمانيا خاصة أنه الجالية العربية في ألمانيا مش كبيرة مقارنة بدول مثل فرنسا أو ربما أمريكا وممكن مؤخرا في السنة الأخيرة مع الجالية السورية تبدلت أمور فرأيك الدور اللي تقوم به الجالية العربية هل هو إيجابي أو سلبي أو ما نقول إيجابي أو ليس إيجابي وكيف أنه نحسنه من دور أو نعزز دور الجالية العربية في تنعكاس على مواطنها الأصلي خاصة لما نشوف أنا مثل كنت في الأردن مؤخرا فراحظت أنه مش عارف على عد الحلاق حاض علام ألمانيا في الشاحنات مرح أعطين علام ما فهمش سر حب الأردنية لألمانيا هل في شراكة تتجاوز الغرفة التجارية أنا في الجزائر مثل عدنا الآهاكا أو الغرفة التجارة فعدها دور عالم ألمانيا يعني ممكن فيه سر إذا عندك ممكن تفسير به هذا وتتكلمين على كيف تعزيز التبادل بالألمانيا والعالم العربي وخاصة ندور الجالية فيها تفضل إسم أو إلك حاجة أنا شايفة ألمانيا نكحة أن تخلق تعاون على مستويات مختلفة مع بلاد كتير في الوطن العربي يعني على المستوى الثقافي هتلاقي على المستوى الابتصادي هتلاقي الغرف التجارية الألمانية والمشروعات ما بين البيزنس أسوسييشن في ألمانيا ومثلاتها في الوطن العربي هتلاقي على المستوى الأكاديمي في تعاون عن طريق الديئة قدي اللي بيقدم منح لألمانيا أو كمان في الجماعات الألمانية اللي بدأت دلوقتي موجودة برضه في بعض الدول فالتعاون الألماني العربي على مستويات مختلفة فلو حتى على المستوى السياسي ما كانش أحسن تعاون هتلاقي المجالات الثانية بتعمل بطريقة متساوية فألمانيا استثمرت كتير قوي قوي في المجالات دي في التعاون ده وحصل تبادل كتير ما بينها وما بين الدول العربية فانحقيا هم نكحوا في الموضوع ده أو مش هقدر أقولك ليه يقولهم بتحبق ألبانيا ما أحسن أديش إجابة للسؤال والله السؤال يحز في درسي ولكن مثلا أنا المدرسة الألمانية اللي أنا درست فيها بقى لها أكتر من مئة سنة في مصر يعني هم اكتشفوا التعاون ده من دمان أوكي والتصوار وفي تتصير فدي حاجة الحقيقة ترجع لهم وتحسب لهم أنه هم سموا قوي بالتعاون في مجالات مختلفة لأنه ألمانيا حتى ألمانيا في العالم العربي عندها سمعة يعني جيد لما تقول فرنسا أو تقول بريطانيا ممكن نشوفوه كمستعمر الأمس أو مؤامرات سايكس بيكو ولكن ألمانيا بالرغم من ماضيها السيئ يعني اللي كان عشان طبعا ملهاش ملهاش تريف استعماري في الدول في منطقتنا دي طبعا ده أكيد أكيد سبب من الأسباب وزي ما قلت لك التعاون بتاحهم في مجالات كتير ومستمر أوكي وعلى المستوى المؤثسي مش مرة نعمل مخفوح ونرجع لا في في استمرارية في التعاون وفي استمرارية في التعاون على المستوى المؤسسي أنا 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 يتعاون أيضا on the eye level يعني ما ما يخذوش الدول الأخرى كدول أقل منه ممكن مختلف صح من نحسها أكيد في ناس كده في ناس كده لكن الحقيقة أنا تجربتي إيجابية جدا مع المجتمع الألماني أنا بكلم يعني دي ثانا وأنا بكلم اللغة الألمانية ومع ذلك نازم برضو أتأقلم على المجتمع الجديد اللي أنا بقى لي 22 من سنة عايشة فيه ولكن الحقيقة أنا تقييمي بعد كل سنين دي أنا ما ندمتش إن أنا جيت هنا خاصة إن كل شغلي مع المنطقة بتاعتنا فدي بتخليني حسن أنا ما سبتش مصر ما سبتش لغطن عربي بتكلم لغتي بشتغل مع شركاء في البلاد دي ومع الجالية العربية اللي أنتم تتلمتوا عليها لأن الجالية العربية خاصة الجالية العربية التي تعمل في مجالات التكنولوجيا هو الضب في زيادة مستمرة يعني هتلاقي دلوقتي مهندسين من الجزائر ومن مصر ومن تونس أطباء من تونس دلوقتي في السنوات الماضية مش بس بقى فيه جالية سورية كبيرة ولكن بقى فيه جالية من شمال أطبقية كبيرة خاصة في بالين وفي مرنشن وفي المدن الكبيرة وبتشتغل كلها في المجال التكنولوجي أو في الطب يعني من أحسن المتعلمين والمتعلمات اللي بيجوا دلوقتي هنا ألمانيا وبيشتغل وكيف يمكن أنه نفعل دور الجالية العربية في بلدانها الأسطية يعني كيف الشي خاصة النصائح للموكن يسمعون عملهم جالية أغلب؟ عن طريق إدماجهم في المشروعات أو في الشبكات زي ديجة الأريبيا نتوك يعني إحنا جزء كبير من المؤسسين من الشبكة من ما يسمى بالدياسكورا سواء من العراق ده الفوتشير بتاعنا سواء أنا من ماصر في عندنا من الجزائر كلهم يأما عيشوا هنا أو حجروا لألمانيا أو تولدوا في ألمانيا لكن مش نسيين الجزور بتاعتهم وقوصلهم وبيحاولوا عن طريق النشاطات بتاعتنا والمشروعات اللي احنا بنعملها إنه هما يدوا لبلادهم اللي هما جايين منها برضو جزء من النوهاو اللي هما تعلموه هنا واستمرارية التواصل مع البلاد عندنا احنا عاملين زي فيه مثلا زي كلهم مختصين في مجال ديجة الترانسوميشن وال وال وكيف هما دول مثلا بيتحدثوا وبيتكلموا مع بعض ومن بلاد مختلفة من العراق من مصر من فلسطين فبنحاول إنه نحن يبقى فيه تشبيه ما بينهم وبين بعضهم ونهن عن طريق نشاطاتنا إنه هما يقدروا إنه هما يندمجوا فيها ويقدروا يعملوا حاجة لبلادهم إنه هما جايين جزيل الشكر أستاذة على كل المعلومات يعني يتمنين صراحة إنهنا كان عندي عديد الأسئلة ولكن طرحت أهمها بالنسبة لي لضيق الوقت فهنشكرك جزيل الشكر على كل المعلومات اللي قدمت هنا وصراحة نفخورين إنه تكون واحدة عربية بكل الزخم في المسيرة فهنفخورين بك ونشكرك نعطيه لكلمة أخيرة وبعدين فوتوا لزوبير الخطر أنا سعيدة جدا بالفرصة دي وبأننا على فكرة ده أول بودكاست وأنا سعيدة جدا على دعواتكم هذا الشرف لنا الله يخليكم ويريد إنه نقدر نسلط الأضواء على نجاحات مختلفة إن الحقيقة فيه سيدات عربيات لهم نجاحات في جميع المجال وميكروفون جسرة مفتوح جميع أهلنا أهلنا وسهلا بيهم وأنا سعيدة جدا جدا بالفرصة دي وأشكركم وأشكر كل من ساعدني إن أنا أقدر أوصل إن أنا أبقى دفتكم نهاردة في جسرة شكرا أستاذ شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين اللي بغيتوا معنا وإن شاء الله تكونوا استفدتم للأستاذة بسنتم والحوار وكل مواضيع اللي أثرناها من غير اللي طالع نتلقي في حلقات النخرى وضيفنا جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته